أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من هذا الكورس المميز اللي في أهم كلمة إنجليزية في دقيقتين للمبتدئين بدرجة الأولى إذن كلمتنا لهذا اليوم كلمة Abuse سوف نشرحها بالتفصيل ونتعلم استخدامتها في أمثلة وأهم المرادفات أيضا كل هذا فقط في دقيقتين إذن اضغط على أعجاب واشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائك استعد من الآن في هذا الكورس من خلال تحضير كراس اكتب جميع العبارات الجديدة وأيضا كررها لكل عبارة بصوت مرتفع خمس مرات حتى تتقنها بشكل جيد هذه أهم طريقة فعالة لإطقال الإنجليزية بشكل سريع إذن خلينا نبدأ بالحلقة الأولى كلمة Abuse عدة معاني لدها إساءة، مساوء، سباب، فساء، مفاسد، شار أو ظلم مجموعة معاني لكلمة Abuse سوف نأخذ أمثلة حتى نتعلم استخداماتها الآن المثال الأول لدينا Abuse of the prisoners will not be tolerated Abuse of the prisoners Prisoners السجناء Abuse of the prisoners الاعتداء على السجناء Abuse of the prisoners الاعتداء على السجناء Will not be tolerated غير مقبول معنى الجملة الاعتداء على السجناء غير مقبول خلينا نقرأها معا حتى نتقن اللفظ الصحيح بشكل جيد Abuse of the prisoners will not be tolerated ممتاز كرر هذا اللفظ بشكل صحيح خمس مرات حتى تتقنها بشكل جيد واستعد للاختبار طبعا بمشاهدة هذه الدروس كل يوم سبت بعشر كلمات سوف يكون لدينا اختبار لذا من المهم جدا أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس والاختبارات كل يوم سبت مثال الثاني اللي عندنا بمعنى لم يكن هذا الصمت مجرد إساءة لثقتها لم يكن مجرد إساءة لثقتها خلينا نقرأها سويا أنا وأنت هذه الجملة This silence was not simply an abuse of her trust ممتاز الآن قرأتها الآن بالطريقة الصحيحة كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تسمع عذانك اللفظ الصحيح حتى تحفظ هذه الكلمات بشكل جيد إذن عندنا أهم مرادفات كلمة abuse عندنا أربع مرادفات الأولى misuse so استخدام mistreatment corruption corruption insults insults هذه كانت عندنا أهم مرادفات كلمة abuse أحفظها جيداً وانتظرنا بالحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة أيضاً وهي كلمة abroad سوف نشرحها بالتفصيل ونتعلم استخداماتها لا تنسى أن تحضر كراس تكتب فيه جميع العبارات وتكرر العبارات بصوت مرتفع واشترك في القناة حتى تحصل على جميع الدروس وانتظرنا كل يوم سبت في اختبار جديد شكراً لكم وإلى اللقاء